مشاهديين مشاهدي قناة تاني في كل مكان بالرحب أحرقكم معنا وحلقة جديدة على أرض مصر حلقتنا لهذا اليوم هي حلقة الأحد خمسة اثنين عشرين تلاتة وعشرين نتحدث عن عروس البحر المتوسط الأسكندرية تتقلق في سوب التنمية المستدامة حيث شهدت محافظة الأسكندرية نقلة نوعية في مجال مشروعات الطرق والمحاول الرئيسية من أجل تسهيل الانتقال ونقل البضاعة من شرق إلى غرب المدينة في أقل وقت ممكن تتضمن ذلك المشروعات محور مشير فؤاد أبو زكري بطول 35 كيلو وتشغيل نفق وكباري شارع 45 أنور السداد بطريق الكورنيش كما تم إنشاء عدة محاول تسهيل حركة الشاحنات ونقل البضاعة من وإلى ميناء الأسكندرية كذلك تم تطوير ميدان محطة مصر الأول مرة منذ إنشاءه عام 1927 وهو مشروع ضخم بلغت تكلفته نحو 350 مليون جنيه ليكون نموزجاً للقضاء على العشوائيات بالإضافة إلى العديد والعديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي من شأنها أن تنقل الأسكندرية نقلة نوعية لتعودة تقلق عروس البحر من جديد خاني أرحب بضيفي اللي بيصاحبني في هذه الحلقة المهندس محمد خليل عضو الاتحاد العام للتشييد والبناء أهلا بك معنا بشمهندس منورنا مشرفة أهلا بشاندرية يعني الأسكندرية عروس البحر المتوسط محبوبة الجميع تشهد العديد من التطورات والتطويرات في الفترة الأخيرة الأمر ليس قاسراً فقط على كورنيش الأسكندرية أو الواجهة زي ما بيسموه ولكن الحقيقة الأمر يمتد إلى مشروعات أكثر تنموية بنشوف محاور بيتم افتتاحها أنفاق وكباري فكرة النقل من شرق إلى غرب الأسكندرية إذن هناك الكثير من التفاصيل ويكون بالتأكيد عند حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً بنقول زي ما حضرتك تفضلت كده أن الأسكندرية تشهد تفرق كبيرة جداً على مستوى المشروعات التنموية وإحنا من شهر تشرف كل أهل مصر وأهل أسكندرية باستدر رئيس بفتاح مشروعات كبيرة جداً على كل الأسعادة مش مجرد طرق وكباري مش مجرد تطوير أماكن مش مشاريع محدد يمكن كان اللي ظهر العامة أو اللي تابعه كان أهم مشروعين من ناحية الطرق هو مشروع محور المحمودية وكمان المحور المشير فؤاد أبو زكري طيب الاتنين دول مهمين ليه؟ الأول مشروع المحمودية الجديدة دولة اعتبر المشروع الأضخم في إسكندرية بيربط الشرق بالغرب بيربط إسكندرية بالمحافظات اللي حواليها بيسهل الأمور كان هو عبارة عن ست حرات بقى تمن حرات بيخدم أربع أحياء مهمين جداً المنتزى والأوسط والشرق والغرب طيب التكلفة بتاعته توصلة الكامل لخمسة ونص مليار جنيه مصري اتحط في الطريق ده حوالي 3300 عمود إنارة كمان بقى فيه طريق مخصص للسيارات التقيلة عشان ما نقزيش الطريق كله ممتاز ده بالنسبة لمحور المحمودية عش تفصل بين السيارات النقل وما بين الملاكي وما أقل بالضبط ونقل النسب الحوادث وخلق شريان جديد خالص ثالث لأن كان عندك طريق كرنيش وكان عند حضرتك طريق تاني وهو طريق أبو إيربا عندك طريق ثالث وهو محور المحمودية طيب لما نروح بقى ليه برضو محور المشير فؤاد أبو زكري وطبعاً هنا أحب أشير النقطتين مهمين الأولى أن المشير فؤاد أبو زكري ده تكريم كبير لإسم كبير في عالم القوات المسلحة هو كان مسؤول عن القوات البحرية في حرب 73 حرب النصر وكذلك كان عنصر من عناصر مؤثرة جداً في تدمير المدمرة إيلات جميل فده جزء كويس أن احنا بدأنا كمان مش مجرد بنعمل مشاريع ده احنا بنخلد أسماء همة جداً في تاريخ مصر في نفس التوقيت المشروع ده استغرق حوالي سنتين ونص كمان إيل كان على مرحلتين المرحلة الأولى خلص منها حوالي 35 كيلو متر طولي كان بين الطريق الصحراوي لغاية كبري سيدي كرير ثم المرحلة التانية 15 كيلو متر من سيدي كرير لبرج العرب إيل الفايدة منه أنت تحولت من طريق كان بيتسمى طريق الموت كان فيه 6 حارات بقوا 18 حارة اللي هو طريق السحل طريق السحل بالضبط طريق السحل اللي هو نقل اسكندرية نقلة كبيرة جداً ونقلة نوعية كبيرة جداً وكان بيمثل مشكلة حقيقية حتى مرورياً كان الموضوع صعب للغاية طريق السحل لما بيتم تطويره الآن يعني دي نقلة حضرية مهمة وفي سبيل المحافظة حتى على الأرواح كان كم الحوادث اللي بيتم على طريق السحل كانت ضخمة النهاردة مع هذا التطور اللي بيتم على الأرض الواقعة في الطرق وفي المرافق المختلفة منها طريق السحل أعتقد ده حاجة يهم كل مصري السحل ليس قاسرة عن اسكندرية فقط بالضبط أنت عند حضرك 18 حارة عندك 18 كبري بطول 18 كيلومتر يمنع التقطوعات يمنع التقطوعات خالص عندك 4600 عمود إنارة 7100 كشاف كل الكلام ده كله مهم جداً جداً طب ده تناغم أو تواكب مع إيه؟ مع الأمر الاصطناعي اللي السيد الرئيس يفتتحوا عشان يعمل منظومة كاملة تربط هذه الطرق أن أنت لقدر الله لو حصل لأي حد أي مشكلة في الطريق هتلاقي عندك الإسعاف من غير ما تطلبها هتلاقي عند حضرتك النجدة لقدر الله لو عندك أي مشكلة والأوناش في حالة الأعطاء فأنت لما تتكلم من المحورين دول ربطوا اسكندرية بجميع المحافظات اللي حواليها صرعوا الأداء بشكل كبير جداً طيب الهدف على محور المشير فؤاد أبو ذكري اللي توفى الله من حوالي أربعين عام في المخطط أن أنت تعمل خمستاشر مدينة استثمارية حوالين هذا المحور طيب استثمار يبقى فلوس يبقى شغل يبقى كمان عندنا حاجة مهمة جداً وهي سوق عمل وعندنا فرص عمل لأبنائنا كان عندنا كان في تحدي كبير جداً بالنسبة للهندسة والمهندسين في هذا العمل لأن التحديك بتتكلم على ما بين مبحيرات ومكان كله تربة طينية وفيها ملح والكلام دا كوراً طيب إيه الكويس في هذا المشروع تحديداً وفي كل المشروع اللي احنا بنعملها دلوقتي أن أنت استعانت بأهد الخبرة بيت الخبرة كان جامعة القاهرة المتمثل فيه الأستاذ الدكتور عبسلام سالم وهو من القامات الكبيرة في علم التربة وعلم الأساسات وتم تكريمه أيضاً في افتتاح هذا المشروع من السيد الرئيس في نفس اليوم اشتغل كويس جداً مع أكتر من 15 مكتب استشاري عشان يشيره حوالي من 3 إلى 5 متر ملح عشان يقدر يعمل الأساسات بالطريقة التي تناسب هذا المشروع عشان ما يحصلش بعد سنة أو 2 أو ملاحية لأنها طبعاً أتأثر على الأساسات مستقبلياً بحيث أن أنت بعد سنة أو 2 أو 3 المشكلة الأساسية عندنا يا سيد أحمد كان وانت بتخطط ما كانش جزء الصيانة بيبقى جزء مهم عندنا احنا عايزين نعمل عشان الناس تترادى أو عايزين ننفذ عشان الناس تبقى مبسوطة مع أن أنت لو ما عملش المشروع قويس في الأور المشروعات مستقبلية مفترض أنها تتم على أعلى مستويات الجودة العالمية ثم تصين بصورة مستمرة فتقدر تحفز عليها أطول فترة ممكن لا وعندنا شيء مهم فيه التخطيط من أهم الحاجات المطلوبة في أي عمل أن أنت لما تخطط أنت بتخططش الحياة المشروعة أثناء تنفيذ وزيما حضرتك تفضلت كمان أثناء سيانته لأنه زيما سيد رئيس ألف آخر لقاء أن أنت ممكن تعمل مشروع ده بوليكم بربعة مليار بسبب المخالفات والتعديات والويويوي بقى عشرة مليار أنت خسرت حاجتين خسرت وقت وخسرت فلوس وكمان الوقت ده المواطن مش قادر يحس بفايدة المشروع بالمرضوط أو بالمرضوط فبيبقى عنده دايما انتقادات كتيرة جدا لأن الصورة ما بتتنقلوش وخاصة يعني من عند حضرتك أحب أقول أن المجتمع المدني وهيئاته بكل أطيافها لها عليها دور كبير جدا مع الهيئة التنفيذية الهيئة التنفيذية لازم تنفس قانون وتنفسه بشتنة ولكن المجتمع المدني لازم يبدأ يشتغل في حتة الوعي والثقافة على شبابنا وعلى أهلينا وعلى كل حاجة زي بالزبط من الشريعة المهمة اللي لازم نشر لها احنا قلنا لغاية برج العرب حضرتك لو رحت برج العرب من فترة هتقول ان هي وانت رايح للمطار هتلاقي مش حاسس بأي حاجة كأنها قري مش مدينة مهمة مدينة صعية تقدر تستفاد بيها طب أنا لو مستثمر وحضرتك قلت تعال اعمل مصنع هناك عمله ازاي من غير طريق من غير بنية تحتية ما احنا قلنا دايما لازم البنية التحتية هي الاساس لبداية لبداية الاستثمار في أرض مصر انت كنت تتكلم عن تنمية مستدامة عشرين تلاتين فكان الاساس بتاعنا هي شبكة الطرق الكبار اللي تم انشأها في الفترة الاخيرة انت بتمهد بتمهد او بتحط الاسس للاستثمار جيد وناجح ومستمر يبقى تنمية انت بتنمي ومستدامة الغرض من كلمة مستدامة انه هو يفضل اطول فترة ممكنة من غير سيارة من غير فلوس كتير فبرج العرب اتعمل فيها مية اربعة واربعين مشروع تبع حياة كريمة تمام طيب الاربعة المية اربعة واربعين دول ينقسموا بقى من شيء لاخر يعني مثلا وليكن الصرف الصح والمية اربعة واربعين مشروع التربية والتعليم اربعة وعشرين مشروع في البريد في المجتمعات الانترنت بقى تتكلم على المشروعات الصحية تتكلم اصلاح حياة كريمة حد سؤال حرج الموضوع ليس قصرا فقط على قرى الصعيد الاكثر احتياجا انت احنا بنسمعوا ان حياة كريمة موجودة وبقوة ايضا في منطقة برج العرب العديد من المشروعات تقام في شمال البلاد وفي جنوبها الحياة حياة كريمة تمتد يعني اصبحت المبادرة الاكثر شهرة والاكثر قوة ونفعا للمواطن في الفترة انت بتتكلم على حياة كريمة لو اشرنا لها بسرعة تتكلم على 4500 قرية ده كان المستهدف حتى الان ب700 مليار جنيه مصر تقريبا خلص المرحلة الاولى منها تقريبا خلصنا حوالي 95% بسبب المفروض قد تخلص في اخر 22 لكن انت اعرف حضرتك ازمة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية اعطلت حاجات كتير جدا الحالة الاقتصادية بتاعت الدولار اللي مش مستقرة واحنا عنصر من عناصر من عنصر العالمي احنا مش لوحدنا ومش عايشين في جنب لوحدنا احنا بنتأثر بكل الاحداث اللي موجودة فحياة كريمة من اهم المشاريع ومن اهم المبادرات اللي اظن التاريخ هيذكر لكل فرد اشترك فيها مش مجلس الوزراء مش الرئاسة مش الرئيس مش الساد الرئيس ولكن كل عنصر من اول شاب في 2019 في المؤتمر السابع للشباب لما قال عايزين نهتم بالريف المصري لغاية ما احنا وصلنا دلوقتي ان حضرتك توصل تنزل لبعض القرى اللي كانت منتهية تماما فتلاقي فيها المدرسة وتلاقي فيها الوحدة الصحية وتلاقي فيها طبطين طرع اللي كان مصدر اساسي في الامر لا وفقدان المياه يا فندم طبطين طرع طوصل المياه لاخر الشوريان بزبط ما تفقدش على جوانب الطرع يمين واش مهن بعيد طبعا الامراض المستوطنة وبالهارسة اللي انتهينا منها ووارد النيل اللي عنينا منه 100 مليون صحة يكفي من الحمد لله دلوقتي انت لما تجي تتكلم عن فيروس ما تتكلمش بنفس الخوف والرعب اللي كان حاصل قبل كنت 100 مليون صحة هي الاكسر شهرة والاكسر استجابة من كل الموضوع يعني ما فيش حد لم يستفد من 100 مليون صحة خلينا بس نبقى ايه واضحين ولكن اذا كنت هرجع وقول لحضرتك تاني حياة كريمة وما تم في حياة كريمة حققت حلقة مفقودة الحقيقة وهي تضافر الجهود ما بين الوزارات الكل يعمل على التوازي في ذات التوقيت لو حرجت تتذكر كنا نعاني من فكرة العمل في الجزر المنعزلة النهاردة جميع الوزارات والقطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدى الكل تتضافر جهوده من اجل اتمام هذه المبادرة من اجل مصلحة المواطن خلالت لعم حضرتكم الفاصل ولينا عودة مرة اخرى عودة مرة اخرى مع حضرتكم بشمس محمد نرجع ونكمل كلامنا لسه كنت بتحدث عن حياة كريمة وهذه المبادرة الرائعة وما حققته على ارض الواقع وحركة التحدث عن الطرق والكباري وشبكة الطرق الحديثة اللي بتتم عشان الاستثمارة اقول لك انه برضو حياة كريمة شئت العديد من الطرق من خلال هذه المبادرة وكان هناك التعاون والتضافر جهود ما بين كل جهات المجتمع حتى المجتمع المدني لانجاح هذه المبادرة الرئاسية الاهم على الاطلاق اللي المفترناها بتغير وجه مصر الحضاري 30 وزارة ب23 هيئة مجتمعية حطوا في ايدهم في بعض زي ما بقول لحدك 2019 الشباب في المؤتمر السباب السابع قالوا احنا لازم نعمل حاجة لمصر السادة الرئيس في 2021 طلع تويتها قال باسم الله نبدأ كان البداية ميزانية بتقول 515 مليار بس احنا وصلنا لغاية دلوقتي المستهدف ل700 مليار جنيه ولسه هتزيد بإذن الله ولسه هنهتم لان انت كل ما بتقول ان المستهدف 4500 قرية هتلاقي فيه قريتين تلاتة جنبهم وكل واحد يقولش معنا احنا اكيد يعني واحنا معلناش ان هي دي نتيجة او محصلة نائحنا احنا دي البداية انت استردت 4500 ان تأتي بس فيعني متأخرا خيرا من انت لا تأتي ابدا يعني فيعني انت عند الحضراتك تلاتة مشاريع قومية مهمين جدا انا بحب دايما نشير ليهم مبادرة حياة كريمة تطوير العشويات ثم المدرش الزكي التلاتة مشاريع اللون القضاء على العشويات بس انت غيرت واجه مصر خالص في العشويات بالضبط يعني احنا في 2008 اظن لما هذا بتدوي اوائد ان رئيس مجلس الوزراء عمله زي مجلس كده الكوارث ما حادش عمل حاجة كان بيتصرف عليها 25 مليون جنيه دلوقتي المستهدف للعشويات على مستوى مصر حوالي 700 مليار جنيه برضو فاندم احنا كنا بنصرف وكنا بنسكن الوضع بنسكن الالم لكن النهاردة احنا بنعالج الداء القضاء على العشويات انت حرك بتعالج الداء من اساسه ده اللي تم على ارض الواقع الواجهة القهارة بتغير لو ربطنا العشويات بقى مش هزرجع اقولك العشويات عشوائية عشوائية ولكن في النهاية النهاردة شكل مصر الحضارة بتغير شوف حركة تطوير القهارة الفاطمية طبعا ما يتم الآن على ارض الواقع يعني شكل تغير جملة متفصيلة لو ربطنا بقى العشويات بسكندرية هنقول بشار الخير وهنقول هالينة وهنقول مشروعه كبير جدا جدا اتعمل حوالي 220 فدان في 91 عمارة في 31 450 واحدة سكنية انت بتروح تقعد ولا بتجيب تلاجة ولا بتجيب غسالة ولا بتجيب سرير مش مجرد كده بس دور عبادة الشباب ورياضة مدك الشباب وحضات صحية يعني متنفس رياضي موجود بالاضافة لسحات خضرة بعد مكات الناس دي بتقعد على السكة الحديدة انا اسف او تحت هضبة هضبة معينة ممكن تقعد في اي وقت اتموته انت خدته ونقلته نقلة تانية خالص هيحس ان انت بدأت تهتم به وعايز تطوره وعايز تعلمه وعايز تزود انتماؤه شمانس محمد الموقف كان لا انساني يا فندب الموقف كان لا انساني على الاطلاق نهاردة انت رايح لكرامة الانسان اللي بيحصل دوت في احترام لكرامة الانسان وادميته المواطن المصري هو اهم عنصر في الامن القومي حكيه ست رئيس قال ان احنا بنستثمر في الانسان خلينا بس نبقى واطحين خلينا نقول احنا الازمة احنا كلما بنجي نتكلم نقول مثلا ده كباري انا مش هاكل على الكوبري انا مش هاعد على الكوبري انت معك حق قد يقول من وجه نظرك عندك حق ولكن انا لو دلوقتي ابنك عايز يتشغل في مصنع جديد المستثمر هيروح له ازاي من غير طريق المستثمر هيروح له ازاي من غير كوبري ولا انت عندك استعداد تتفعله خمسين الف او مئة الف عشان يروح وهو رايح ليبيا او ايطاليا يموت ويرجع لك جسة والخدبال حضرتك هو المواطن عنده اولويات نعم خدبال حضرتك ولكن الدولة عندها اولويات بزرق لما تشوف اولويات الدولة هتلاقيه في النهاية في الصورة الاجمالية تصب في مصلحة المواطن الاولوية الكبرى يعني اه الدولة بتعمل واحد اثنين تلاتة اربعة مشروع اثنين تلاتة اربعة المواطن عنده اولويات الاكل والنوم والصحة والعلاج والتعليم دي اولوياته اولويات اي مواطن والدولة تعمل على هذا الامر ولكن دولة لها نظرة اعم واشمل وفي النهاية المشروعات الكبرى دي هتصب في مصلحة المواطن وعشان كده بقول لحضرتك التلاتة مشاريع القومية الكبار دول كل واحد من يوم بيخدم على حتة مهمة جدا حقيقة كريمة لما نقول ان انت بتتعامل مع عشرين الربط ده مهم جدا مع عشرين محافظة العشرين محافظة دول اللي ما كانش فيهم صرفة صحية ولا مية ولا غاز ولا تليفون وما فيش تابلة انا ابني مش عارف يمتحن سنوية عامة فوصلت له الفايبر اوبتيكو ووصلت له النت بشكل قوي اكينك موجود في الجيزة يا فقار عملت له مدارس السنوية وابتدائية وقادية بدل ما كان بيمشي كيلو واثنين كيلو صحة فانت واخد بالحضرتك صحة تطور مستشفات الجامعية بالزبط المستوصفات الصحية على عالم مستلزمات الطبية طب بلاش الوحدة الزراعية اللي كانت اهملت وخلاص ما ما بقاش فيه حد بيزرع حتى دلوقتي وانت جاي تعمل كبري بتفكر بتقوم جاي بالناس خططوا جماعة بالراحة عشان لو جاي على بحيرة نردم فيها مترين بس ما نجيش على المترين الزراعة دول عشان احنا اصلا المفروض عندنا بلد زراعية قوية عايز اوزع رقعة الزراعية ورجع الفلاح لها بافكار كتيرة يبقى دي حياة كريمة طيب بعد كده بمقولها عشويات اللي كانت بيبقى جواها انا اسف بقى مستنقع وقاتل ومخدرات جرائم جرائم جنائية متعددة بالظبط كده هو مش عايش عيشة ادمية فهو مش حاس ان هو ابن البلد دي ومش حاس بالامان على فك وانت مش مهتم بيا خالص ومش حاس بالامان جواه العشويات بالظبط كده بالظبط فانت خدته اعادته في الاصمرات اعادته في اهلينة اعادته في بشاير في البشاير الخير وبدأت تعمله المشاريع المتوسطة والمتنهية الصغر لست البيت البسيطة وجمان الراجل بدأت تعمله طرق فبدل ما كان بيقولك انا احسن هركب عربية 3-4 ساعات عشان روح المشروع لا انت هتركب ساعة هتبقى في المكان الفلاني وتقدر تشتغل حريك انت بتطور منظومة القطارات النهاردة كم عانينا من المنظومة المتهلكة للقطارات القديمة بالظبط نهاردة انت بتعمل القطارات الحديثة وبكافة المستويات مش هكلم بس على القطار الاسباني ولكن هكلم على كافة المستويات الجرارات الحديثة تطوير الفلانكات والسكة الحديد والقطبان الجديدة وعلى فكرة بيقالن اللي بينفزها حاليا شركة مصرية مزبوط يعني النهاردة اذا وحركة انت المختصة بتشييه دول بناء يعني كل ما يتم على الارض مصر هنقول بنسبة 70-80% بأيادة مصرية مكسب ولا مش مكسب نرجع الاسكندرية هنقول ان احنا عندنا مشروع الاترام والمترو ففيه دلوقتي بدأ المترو من محطة اسكندرية ما بقيتش محطة مصر خلاص نستك مكلمناش ها عن تطوير محطة اسكندرية محطة اسكندرية ده مشروع كبير جدا تخطيط محطة مصر اللي بقيت اسكندرية دي كان مشروع جوه مشروعات ان انت الاول عايز منطقة رصيف محترمة عايز دخوله وخروج كويس طب عملت ايه انت حفزت على الهوية بتاعة المكان وحفزت على الطبع اللي انت واخده من برا القديم الجميل لمحطة اسكندرية ومن جوه بقيت قمة التكنولوجيا اللي انت عايز توصل لها تم تحديسها 100% وبقيت اسمها محطة اسكندرية مش محطة مصر بقيت محطة اسكندرية طب كنا قاعد نتكلم على حلقة السمك خلينا نتكلم بس حلقة السمك في شقة كده خاص بزوار ورواد اسكندرية ومحبنا في منطقة بحري ومنطقة حلقة السمك منطقة لها يعني معزة خاصة احنا نقول تطوير حلقة السمك دي ما كانش لم يتم الاهتمام بها من 200 سنة من 1834 لما نقول احنا بقاعد 200 سنة قلنا لازم تتطور حلقة السمك دي بحيث ان هي تتطور وتبقى لي احدث الطرق التكنولوجية كمان في الخدمات وفي غيره كمان لانها بتطل على قصر التين فانت يعني انت برضو مش هينفق انا هتطور قصر التين وبجوار القلعة وبجوار القلعة طيب جنب ده عشان المشروع الهوية البصرية بتاعت اسكندرية انا عايز رجع يعني الفكرة كلها ان اسكندرية تفضل اسكندرية وانت ماشي عالكورنيش فتلاقي الوان البوابات كلها على الكورنيش بقت واحدة تلاقي السيمترية السيمترية عشان تحس ان انت رايح تصيف وتتبسط وتلتح فالمشاريع بصراحة اسكندرية فيها اهتمام زمان مصر كانت بتحفز على الهندسة المعمارية طبعا وكان هناك طابع مميز لمنطقة نص البادل لو حرارتكم تذكروا شوف حركة الهندسة المعمارية كتشكلية اعتقد نرى انا بنرجع لده فكرة احياء القهرة فاطمية او فكرة تحفز على الترز المعمارية في الاسكندرية مشروع المنتزة مشروع المنتزة وتحديث وتحديث المنتزة وزيادة الوحدات الفندقية طبعا اما هي في الاهمية اعتقد يعني عشرين تلاتة وعشرين الصف اسكندرية هيكون بلون وطعمتين طبعا لان انت وصلت ان انت بتقول على مشروع المنتزة كان في يعني معلومات مغلوطة كتير جدا جدا وتم الاشارة اليها من رئاسة مجلس الوزراء وكذلك من الرئاسة انت عايز تاخد المعلومة دور عليها في مكانها لان سهل جدا ان انا اقول لك معلومة مش حقيقة وتتداول من شخص الاخر من شخص الاخر لغاية ما انت هتصدق لكن امت بقى مش هتصدق لما تروح بنفسك وتزور لدرجة ان هم المنتزة وصل لمرحلة حضراتك لما هتروح كنت بتخش بعربيتك لأ احنا طلعين من مؤتمر المناخ وقالنا عايزين نقلم الانبعاثات الحالية ونحافظ على اشجارنا ونحافظ على المساحات الخضرة بتاعتك لأ حضرتك هتسيب بعربيتك على جم وقت تخش بالعربية الكهربائية بحيث انها بقاش فيها اي حاجة او لو عايز بقى تتفسح وتتبسط فتركب بسكليتة جميلة كده وتلف كام منها رياضة ومنها متعة تلف كل الكلام يعني طبعا مساحات خضرة كبيرة كده انا عزهلا حضرتك مع الاسف انه وقت خلص ولكن هذه هي حلقتنا لده اليوم عروس البحر متوسط تقلق في ثوب التنمية المستدامة انتظر اسكندرية وصيف الاسكندرية عشرين تلاتة وعشرين وان شاء الله اللي جاي دايما اجمل انا لا املك الا ان اشكر ضيفي المهندس محمد خليل عضو الاتحاد العام لتشهد البناء حرك نورتنا كل شكرا شكرا جزيلا ومشاهدين الحدي انا بنوصل معكم لاختام حلقتنا لهذا اليوم وغدا فريق عمل جديد